وصف وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف العلاقات السنائية مع تونس بالنموذجية والشاملة باعتبارها لا تستثني أي قطاع أو مجال من شاله أن يقدم قيمة مضافة للشراكة البينية عطاف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده برفقة نظرها تونسية محمد حال النفط بالعاصمة الجزائر نوها بالأهمية البالغة التي يوليها البلدان لتنمية المناطق الحدودية وتكثيف التبادل التجارية وتقوية الشراكة الاقتصادية وإقامة مشاريع تنموية مشتركة ذات طابع هيكلي واندماجية هي علاقات نموذجية بالنظر لطابعها الشمول الذي لا يستثني أي قطاع أو مجال من شأنه أن يقدم قيمة مضافة للشراكة الجزائرية التونسية وأن يسهم في الاستجابة لاهتمامات وتطلعات وطموحات الشعبين الجزائري والتونسي نواصل معا تركيز جهودنا وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية التي باتت تكتسي أهمية بالغة في سلم أولويات التعاون الثنائي على غرار تنمية المناطق الحدودية وتكثيف التبادل التجاري وتقوية الشراكة الاقتصادية وإقامة مشاريع تنموية مشتركة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي والنقل وغيرها من القطاعات ذات الطابع الهيكلي والاندماجي